موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوين من موقع المصدر أونلاين ميليشي الحوثي تعتقل لاعب كرة قدم قبل سفره للمشاركة في بطولة كأس آسيا موقع أمريكي مرتزقة أمريكيون فشلوا في اغتيال برلمان إصلاح قبل ثلاث سنوات ومن البي بي سي حكومة جديدة في إثيوبيا نصفها نساء أهلا بكم ما هو اليوم الأسود الذي يتحدث عنها أبناء محافظة إب إنه وفقا لموقع الصحوانت يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر عام الفين واربعة عشر يوم إذ يتذكر الأهالي جيدا اليوم الذي ارتبط بتسليم محافظة إب على طبقا من ذهب لمليشيا الإنقلاب بعد تخلي أجهزة الدولة ومؤسساتها وقبلهما الجيش ومعسكراته في المحافظة عن مسؤولياتهم ويضيف الموقع لا تزال المحافظة ترزح تحت قبضة وهمجية الحوثينة وتدفع ثمنا باهظا لاستمرار بقاء الميليشيا كسلطة احتلال ترتكب يوميا الجرائم والانتهاكات التي لم تفرق بين أحد من مختلف شرائح المجتمع ويتذكر أبناء محافظة إب ذلك اليوم الأسود بعد مضي أربعة عوام ودخول العام الخامس لنكبة المحافظة والتي كانت الهدف التالي للميليشيا بعد إسقاط صنعها إذ عمل جناحاء الانقلاب مؤتمر صالح والحوثينة ومنذ وقت مبكر على تجهيز حاضنة مجتمعية في عدد من مناطق الشمال وغرب المحافظة بالإضافة إلى قيادات المؤتمر الممسكة بالسلطة المحلية هناك تلك القيادات طبقا للموقع نسقت واستقبلت الميليشيا رسميا وبشكل علني في المدخل الشمالي لعاصمة المحافظة يتحدث الكاتب إبراهيم غرابيه في الغد الأردنية عن الأدوات الجديدة في المواجهة بين السلطة والمجتمع وكيف أن الكيانات المنظمة لم تعد مؤثرة وتحاول أو تحول التأثير إلى أشكال مباشرة وأضاف غرابيه وجدت السلطة نفسها اليوم في مواجهة مباشرة مع المجتمعات بعكس ما كان عليه الحال طوال العقود بل والقرون الماضية من التسويات والتفاوض مع المؤسسات والمنظمات الوسيطة من السلطة والمجتمعات مثل الأحزاب والنقابات والقيادات الاجتماعية والطرفان السلطة والمجتمعات يخوضان تجربة جديدة مختلفة جوهريا عما درجت عليه العمليات السياسية والتنظيمية فالحكومة في حاجة للتفاهم والاستماع مع كل شخص تقريبا لا تعرف مع من تتحدث ولا تعرف ماذا يعني أو يمثل المتحدث الذي تستمع إليه وقد فشلت النقابات المهنية كما الأحزاب من قبل في القيام بدور الوسيط لأن النقابات تعصف بها التحولات والمصالح والأفكار الجديدة والمشوشة ما يحدث اليوم من تحولات في السياسة والاجتماع يمثل مشهدا جديدا مربكا للحكومة والأفراد والمجتمعات ولو كان الإخوان المسلمون والمعارضون القوميون والأمميون من تبقى منهم يشاركون على نحو ما في لقاءات الحكومة في المحافظات فإنها سوف تجري كما العادة سوف تنقسم المجتمعات إلى قسمين قسم المطالب والخدمات وقسم التحرير والمقاومة والخلافة ولن تحتاج الحكومة إلى إضراب العاملين في البلديات لإعادة توجيه وضبط وتنظيم مجتمعات ومجامع واتجاهات ومصالح وأفراد ليست مدركة بوضوح ماذا تريد وماذا لا تريد والحال أن الحكومة وحلفائها فقدت خصما جميلا وضروريا لحجد الناس وتنظيمهم وصلت المواجهة بين السلطة والمجتمعات وهو ما لا تتقنه السلطة ولم تتدرب عليه بعد المجتمعات بعدما فقدت من يمثلها أو بعدما افترقت مصالحها عن مصالح الجماعات الوسطية لكن التحولات أعمق وأقد من استدراكها بتنشيط وتفعيل جماعات ونقابات آفلة أو تمضي إلى الأفول كان في طريقه لتمثيل بلاده في كرة القدم والسعي لتحقيق انتصار كروي لكن وبحسب عنوان لموقع المصدر أونلاين فقد اختطف الحوثيون لاعبا في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وقال الموقع أن مليشي الحوثي اختطفت لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق شعب إب وليد الحبيشي في إحدى النقاط التابعة لها بمحافظة البيضاء وقال مصدر للموقع أن الحوثيين في نقطة أبو هاشم في رداعب البيضاء اختطفوا اللاعب الحبيشي أثناء توجهه إلى حضر موت للاتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الذي يقام استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة وشارك الحبيشي مع المنتخب الوطني في التصفيات الأخيرة التي أقيمت في شهر سبتمبر عام 2017 بدولة قطر وتأهل فيها منتخبنا إلى جوار الفلبين للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام في دولة الإمارات في يناير 2019 تلقى المعرفة أو تلقي المعرفة أم بناء الإنسان يتساءل مروان المعشر ويحاول الإجابة المتمثلة في أن حاجة المجتمع الأولى هي إلى تحديث نظام التعليم ويضيف فيها الغد تحتاج نظم التعليم العربية لخدمة احتياجات مجتمعات تحترم التعددية وبناء مواطنين فاعلين يتم تهيئتهم لتعامل مع التحديات المعقدة والقدرة على تحقيق التغيير الإجابي بدلا من ذلك فإن جل التركيز الحالي يعتمد على المؤشرات الرقمية متجاهلا النوعية وبذلك لا يتم تحقيق الهدف الأسمى لهذا التطوير إلى التركيز الضيق على احتياجات سوق العمل يغفل حقيقة أن الازدهار الاقتصادي ليس وحده على المحك بل الاستقرار السياسي أيضا تطوير التعليم أكبر بكثير من مجرد تنقيحات معينة للمناهج بهدف تلبية احتياجات السوق بل يجب أن يركز بشكل أكبر على تطوير عمليات تعلمية تدفع بالمجتمع كله إلى الأمام ويتكامل فيها ما يحدث داخل الغرفة الصفية مع ما يحدث خارجها في المجتمع بأكمله لا بد من الاعتراف أن النظم التربوية العربية ليست مصممة لتحتضن قياما كالمواطنة التشاركية والديمقراطية فالنظم المدرسية مصممة لتشجيع المدرسين والمدرسات لتعليم مهارات إدراكية منخفضة المستوى على حساب مهارات أعلى قيمة كالتفكير الناقض والتحليل والتقييم لذا فإن مدارسنا تنتج خريجين وخريجات لديهم مؤهلات معينة لكنها منخفضة المستوى وهم غير مسلحين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تواجهنا إضافة إلى أنها لم تنجح أيضا في تلبية احتياجات سوق العمل لقد أخذ الجدل حول تطوير التعليم في بلاد منحا سلبيا للأسف بسبب انطباع البعض أن هذا التطوير يشجع الطلاب على التشكيك بأمور دينهم هذا ليس نقاشا تربويا وإنما سياسيا بامتياز فالتعليم الديني في منطقتنا كان يتضمن تاريخيا التفكير الناقض وكان يهدف إلى تعليم الطلاب ليس فقط حفظ النصوص وإنما أيضا تطبيق مفاهيم الدين الأساسية في حياتهم اليومية عنوان موقع المشاهد نت في تقرير خاص عن تدهور الذائقة الفنية لدى الجمهور الفني وكيف حلت زوامل الموت محل الأغاني وعنوان الموقع الأغنية الوطنية تخفت أمام الزوامل والشيلات وتحدث الموقع عن ما اعتبره غياب الأغنية الوطنية وانحصار الاهتمام بها سواء من قبل الدولة أو من قبل الفنانين والمثقفين أنفسهم وعلاقة ذلك بالواقع السياسي خاصة إذا ما ربطنا ميلاد الأغنية الوطنية في اليمن بتأثيرات الواقع السياسي لتلك الحقبة الزمنية التي شهدت ميلادها وتطورها وارتبطت الأغنية الوطنية في اليمن بالأحداث الوطنية في مسيرة الشعب والمتمثلة بثورة السادس وعشرين من سبتمبر وثورة الرابع عشر من أكتوبر في الجنوب كامتداد لحالة المد الثوري العربي أنذاك وازدادت زخما عند قيام الوحدة اليمنية وهي أحداث زادت من ارتباط اليمني بالانتماء الوطني وهويته العربية ومما ساعد على تطور الأغنية الوطنية أنذاك وتأثيرها بالأغاني أو تأثيرها بالأغاني الوطنية في بلدان التحرر العربي وخاصة مصر والجزائر وزيادة الحراك الثوري المتزامن مع الحراك الثقافي للشعراء والمثقفين الذين كان لهم دورهم أيضا في حركة التحرير العربي يقول الشاعر يحياء الحمادي للمشاهد مؤكدا أنه عند غياب المشروع الوطني والقيادة التي تسعى إلى تحقيق هذا المشروع فمن الطبيعي أن يتراجع الفن وتستدهور الذائق الجمعية للجمهور إذ أن الفن لا يمكنه أن يطير بجناح واحد ويضيف أنه من الطبيعي أن تزدهر الزوامل وتصبح الأوسع انتشارا بل تغزو بفعليتها وحماسها حتى من يخالفها فيما تحتويه وتمرره من أفكار ذلك أنه قد تتحقق لهذه الأعمال مشروع أو مشروع واضح ووجدت حاضنة ورعاية لجودتها وسعة انتشارها تتحدث الكاتبة هدى جعفر عن فنانة كانت في عدن معروفة في كل أحياء المدينة لكنها لم تعد موجودة وتقول الكاتبة عن الفنانة أشجان أفكر هذه الليالي بأشجان وهي فنانة أفراح في عدن هكذا تحب أن تقدم نفسها كان رقم هاتفها الجوال عند الكثير لكن قليلا من رأها أغلب من يحكي عنها يروي عن آخرين ظهورها نادرا وخاطفا مثل ظهور الشهب والأولياء والصالحين حتما هناك من شاهدها في تلك المخدرة أو تلك في حواف عدن تلك التي لك فيها في كل متر قصة وفي كل خطوة سلامة لقد اتفق الجميع أنها ترتدي درعا لامعة وتضع مكياجا غامقا أشجان تنتمي إلى أدنى فئة في سلم التكوين الاجتماعي في اليمن تهاتفها في أي وقت فترد عليك بذات الصوت المبحوح المتحمس ألو يا حبيب القلب حتى لو كانت المتصلة أنثى تطلبها للغناء فتطرح تساؤلا لا يتغير الآن أني واقية الآن أنا قادمة تغلق السماعة فتنتبه أنها لم تأخذ العنوان تتصل عليها فترد عليك بذات الحماس تعطيها العنوان فتكمله عنك إن أهالي عدن يحفظون شوارعها أكثر مما يحفظون أسماء أبنائهم وقبل أن تنهي المكالمة تسألك مرة أخرى الآن ني واقية ولكن أشجان لا تأتي رغم أنها لا تكف عن الرد على مكالمات الزبائن متسائلة عن القاتل والشيشة وأنها قادمة فقط مسافة الطريق أفكر هذه الليالي بأشجان وأضحك أتساءل عن مكانها الآن بعد سنوات الحرب فأبكي أعلن قصر الإليزي إطلاق صراح البحار الفرنسي ألينغوما الذي تم اعتقاله منذ أكثر من أربعة أشهر في اليمن من قبل المتمردين الحوثيين وقد تصدر خبر الإفراج صفحات الصحافة الفرنسية حيث نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس إطلاق صراح ألينغوما السجين الفرنسي في اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر وكان ألينغوما قد ألقي القبض عليه في الثالث من يونيو حينما دخل ميناء الحديدة ليتزود بالمياه الخاصة في طريقه إلى بومبي في الهند وتم اختطافه ثم احتجازه في السجن في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ نهاية 2014 وفي سبتمبر أعلنت عائلته القلق الشديد بشأن حالته الصحية داعية السلطات الفرنسية إلى عدم نسيانه شقيقة ألينغوما كريستين قالت لصحيفة لوفيغارو في تصريحات أعقبت إطلاق صراح شقيقها كل أفراد عائلتي يشعرون بارتياح هائل ولم نتوقع ذلك وقالت الصحيفة الفرنسية عاش غوما البالغ من العمر 54 عاما 143 يوم في سجن بصنعاء بعد أن اختطفه رجال ميليشي الحوثي عندما جنح قاربه على شاطف الحديدة حيث تحدث تحتدم الحرب بين المتمردين وبين الموالين للحكومة الشرعية وتفيد الصحيفة أن أسرة المفرج عنه كانت تستعد في نهاية الأسبوع المقبل لتشكيل هيئة دعم لإطلاق صراحه لحجر الرأي العام لصالحه وتقول شقيقته لكن في الساعة الواحدة والنصف ظهرا أتاني خبر من وزارة الخارجية لتعلمني أن أخي قد أطلق صراحه لم نتوقع ذلك كنا قلقين من أن قضيته لن ينتبه لها أحد وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول مرة أخرى في حالة من حالات الرهائن في اليمن تلعب سلطنة عمان من وراء الكواليس دورا هاما في تأمين نهاية سعيدة في الواقع تعتبر مسقط هي القاعدة الخلفية للحوثيين عبدالله المنيفي صحفي يمني اعتقله الحوثيون 760 يوم وأطلق صراحه بواسطة قبلية يكتب في موقع يمن مونوتور عن رحلة التعديث في سجون ميليشيات الحوثي وهنا نقدم جزءا قليلا من الألم الذي ذاقه جميع المعتقلين في مدرسة تحفيظ للبنات في صنعاء قضيت نحو أربعة أشهر هي أشد أيام الاعتقال قساوة منذ أول ليلة سمعت في الطابق الثاني أنين وصراخ المعذبين وفي الليلة الرابعة كنت أنا الضحية لجلاوزة التعذيب الحوثي كان التعذيب الجسدي والنفسي هو الهدف من الأسئلة التي يتم توجيهها لي في تحقيق عبثي هو للتعذيب أقرب منه للتحقيق والاستجواب كان ربطهم اللعين لساعات طويلة عذابا بحد ذاته وكانت الشتائم التي يوجهها لنا الجلادون تطفح بالحقد السلالي والطائفي تعليق من الأيدي إلى السقف من المساء لساعات الصباح كنت أحس أن الأيدي على وشك أن تخلع من الأكتاف وأن الحبال قد تخلع الكاف وخلالها يستخدم جلاوزة التعذيب كابلات الكهرباء للضرب على الظهر والات الصعق الكهربائي ومن أنواع التعذيب التي يستخدموها الضرب على الرأس وسد الفم والأنف لمنع التنفس ثم يتوقفون قليلا ليعطيني أحدهم فرصة أن أجيبهم على أسئلة تتعلق بتسليح المقاومة والعناصر التي أعرف أنها تخترق مليشياتهم لينتقلوا إلى التعذيب النفسي بالتهديد بوضع ورفيق دروعا بشرية في أماكن يستهدفها الطيران كما فعلوا بحق آخرين بينهم الزميلان عبدالله قابل ويوسف العيزري وأحيانا بأخذ ابني والزج به في جبهات القتال وأحيانا بالتصفية الجسدية لقد كانت أياما عصيبة في الإخفاء القصري تزيد معاناتها عندما أتذكر وضع أسرتي ورحلة بحثهم عني لدى مليشيات أسقطت كل القيم والأخلاق والجوع الرفيق اليومي والمياه الملوثة وذوارات المياه التي لا يسمح لنا دخولها إلا حسب أمزجة عناصر أمنية لا علاقة لها بالأمن يربط تقرير نشره موقع أمريكي بين محاولة اغتيال فاشلة حدثت في عدن وبين مرتزقة جندتهم الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مهام الاغتيالات في عدن وقال موقع بازفيد نيوز الأمريكي أن حادثة وقعت في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2015 قامت بها قوات مدربة بمحاولة اغتيال فاشلة كانت تستهدف القيادة في حزب الإصلاح في عدن وعضو مجلس النواب إنصاف مايو أثناء هجوم على مقر لحزب الإصلاح في المدينة ويومها وفقاً للموقع كان يتواجد داخل المقر صحفيون وعدد من القيادات السياسية وكانت الخطة المعدة هي ربط قنبلة بشضية في باب مقر الإصلاح الواقع بالقرب من استاد لكرة القدم في وسط عدن وأوضح أحد قادة المهمة أنه من المفترض للانفجار أن يقتل كل شخص في ذلك المكتب لكن العملية باءت بالفشل وكانت العملية ضد مايو قد تمت في ذلك الوقت وتم الإبلاغ عنها لكن لم يكن أحد يعرف أنها نفذت من قبل مرتزقة أمريكيين حيث مثلت نقطة محورية في الحرب في اليمن وهو صراع وحشي ما تجرأه الأطفال جوعاً وقصفت القرى وانتشر وباء الكوليرا بين السكان المدنيين وكان التفجير هو أول هجوم في سلسلة من الاغتيالات وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرين من قادة الجماعة وكان الهجوم المسلح الذي قام به اثنان من المشاركين فيه والذي تدعمه لقطات مراقبة بطائرات بدون طيار هو العملية أو هي العملية الأولى في مشروع مذهل للربح ولأشهر في اليمن التي مزقتها الحرب عمل بعض الجنود الأكثر تدريباً في أمريكا على مهمة مرتزقة ذات شرعية غامضة لقتل رجال الدين البارزين والشخصيات السياسية الإسلامية في الأخبار المنوعة الأكثر انتشاراً اليوم ما جاء في موقع شبكة البي بي سي والتي عنهنت حكومة جديدة في إثيوبيا تنال المرأة فيها نصف عدد الوزارات وقال الموقع شكل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حكومة جديدة حظيت فيها المرأة بعشر حقائب من بين وزارات المجلس العشرين وقال أحمد في خطاب إعلان الحكومة أمام البرلمان المرأة ستساعد في محاربة الفساد لأنها أكثر كفاءة وأقل فساداً من الرجال ومضيف أنه يسعى أيضاً إلى تمكين الأقليات التي لم تتمتع أو يتمتع أفرادها بأي مواقع قيادية من قبل وكلف أحمد إمرأة بتولي مهام وزارة الدفاع لأول مرة في البلاد ويذكر أن آبي أحمد قد قلص عدد حقائب مجلس الوزراء من ثمانية وعشرين إلى عشرين وزارة من بينها وزارة جديدة اسمها وزارة للسلام ما بين الأحداث السياسية ومشاهد الطبيعة تتنقل عدسات مصوري صحيفة القارج البريطانية موثقة أهم اللحظات خلال أسبوع وطالعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رساموا الكاريكاتور يعبرون عن وجهات نظرهم بطريقة مختلفة حيث تمتزج الألوان بالمواقف والأشكال بصور نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر وبهذه الفقرة الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء